بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة التانية. المستوى الرابع. فصل دراسي تاني. للتعليم المفتوح. كلية التجارة جامعة انشامس. مادة نظرية المحاسبة اتنين. اعداد دكتورة ايمان السعيد. آآ الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. المحاسبة عن الاستثمارات في شركات اخرى. وعندنا موضوعين. اولا حالة شراء الاسهم بقيمة بقيمتها الدفترية. ثانيا حالة شراء الاسهم باكبر من قيمتها الدفترية. الحالة الاولى آآ ديا خدناها في المحاضرة العادية. هنبتدي بقى في تاني محاضرة عندنا. حالة شراء الاسهم باكبر من قيمتها الدفترية. علشان نحل التمرين هناك مجموعة من الخطوات او هو مجموعة من الحاجات بيطلبها منك في التمرين اللي هي اول حاجة بيطلب منك اجراء قيود اليومية اللازمة في دفاتر الشركة القبضة بعد كده بيطلب منك تصوير الميزانية المستقلة لكل الشركة لكل من الشركة القبضة والتابعة بعد الاندماج وتالت حاجة بيطلب منك تصوير الميزانية المحدة للشركة القبضة بعد الاندماج طيب آآ ناخد التمرين متطبق عليه كل القواعد اللي احنا اخدناها في المحاضرة العادية وافكرك بيها برضو آآ اللي هي احنا لسه العنوان بأكد عليه اللي هو حالة شراء الاسهم بأكبر من قيمتها الدفترية لو كانت نسبة الشراء مية في المية وانا هشتري بأكبر من اللي هي تساويه في الحالة دي التمرين بيقول لك في ميالي البيانات الخاصة بكلها من شركة النهضة وشركة المستقبل آآ الميزانية دي في واحد وتلاتين اتناشر الفين وتمنتاشر تده يديك آآ للتبسيط ميزانية على شكل حرف تي آآ يبقى خانة بس خانة لكل شركة لوحدها آآ شركة النهضة لها عمود شركة المستقبل لها عمود وبيان ده في جانب الاصول وكذلك جانب الخصوم وهو الملكية آآ شركة النهضة والمستقبل وخانة للبيان. البيانات عندنا في الاصول نبدأ بيها. الاصول السبتة بالصافي آآ تلاتين الف شركة النهضة عشر تلاف المستقبل. النقدية تمنتاشر الف للنهضة الفين للمستقبل. آآ الاصول للمتدولة الاخرى سبعتاشر الف للنهضة تلاتتاشر الف المستقبل. المجموع خمسة وستين الف للنهضة. خمسة عشرين الف المستقبل. بالنسبة جانب التاني اللي هو الخصوم وهو الملكية. آآ رأس المال آآ عشرين الف للنهضة سبعتلاف للمستقبل. الاحتياطيات تمنتالاف للنهضة الفين للمستقبل. آآ. أرباح محتاجة اتنشر الف للنهضة الف للمستابل. آآ الخصوم المتدولة خمسة وعشرين الف للنهضة. خمستاشر الف المستابل. المجموع خمسة وستين الف للنهضة. وخمسة وعشرين الف للمستابل. وفي واحد واحد الفين وتسعتاشر بعد الميزانية يبتدى يقول لك شوية معلومات قبل ما يطلب منك آآ المطالب بتاعته. وفي واحد واحد الفين وتسعتاشر قررت شركة النهضة شراء مية في المية من اسهم شركة المستابل. بمبلغ خمستاشر الف جنيه. ضفعة نقضا. المطلوب. تلات حاجات اللي احنا قلنا عليهم. اجراء قيود اليومية اللازمة في دفاتر شركة النهضة. آآ تصوير الميزانية المستقلة لكل الشركة في تاريخ واحد واحد الفين وتسعتاشر. اخر حاجة تصوير الميزانية المحدة في واحد واحد الفين وتسعتاشر. طيب. تمرين زي ده ممكن يتحلل زي. هنبتدي نعمل قيود اليومية دي اول حاجة. تلوقتي آآ بنبتدي بداية الحل بتاعينا بتاعيتنا. هو ان احنا نقرأ اول بيانات مكتوبة تحت الميزانية لفراس التمرين. اللي قال لك آآ اشتارت شركة آآ النهضة آآ مية في المية من اسهم شركة المستقلة بمبلغ خمستاشر الف. الخمستاشر الف ده النقدية قالت عندنا قلنا الى حساب النقدية علشان سعبنا فلوس واشترينا بيها الاستثمارات ديا. آآ يبقى ايه لحساب النقدية? طيب الطرف المدين من قادي اليومية هيبقى ايه? هيبقى من خمستاشر الف من حساب استثمارات في الشركة التابعة لانها زي ما قلتلك قبل كده في المحاضرة العادية. ان الاستثمارات في الشركات التابعة زي الايه? الاوراق المالية. واده اصل من الوصول وبيظهر فيه دفاتر الشركة القبضة اللي هي اشترت اللي هي نسبة الشرع عندنا هنا مية في المية. آآ وبالطريقة ديا يبقى القيد اليومية خمستاشر الف جنيه من حساب استثمارات في شركات تابعة خمستاشر الف جنيه الى حساب الدنائدية شرح القيد شراء مية في المية من السهم المستعبل او شركة المستعبل. دي كانت اول حاجة كيفضي اليومية. عايز بقى هو نصور الميزانية المستقلة لكل شركة. فنمسك شركة شركة. الشركة الاولانية اسمها شركة ايا كان اسمها شركة النهضة الميزانية المستقلة في واحد واحد الفين وتسعتاشر. نعمل ميزانية ازاي? بيقول لك بص الرس التمرين مع مراعات قيد اليومية اللي انت لسا عمله تلوقتي. ليه? لان قيد اليومية اللي احنا عملناه في دفاتر الشركة القبضة. اللي هي النهضة في هذا التمرين. طيب. آآ قيد اليومية اثر على ايه? على حاجة اسمها استثمارات. وقلت اللي فيه او فيه شركات تابعة ودي. اصل من الاصول. آآ يظهر طبعا في الطرف اليمين من الميزانية. آآ وهيأثر كمان القد اليومية على على آآ النقدية انها قلت بمقدار خمستاشر الف. وبقيت ارقام كما هي براس التمرين. ما اتأثرتش. فهنحطها زي ما هي كل الارقام مع ده بند النقدية. اللي هو كان في راسة التمرين تمنتاشر الف. نقصناه بمقدار سحابنا منه خمستاشر الف اشترينا بهم اسهم شركة آآ المستعبل. وبالتالي اصبح الرصيد الجديد للنقدية تلات تلاف. آآ الاستثمارات في شركات تابعة لم تكن موجودة عندنا في الميزانية الاصلية اللي في راسة التمرين زهرت لأول لأول مرة ضمن الاصول بالقيمة المقدارة خمستاشر الف. وبالتالي آآ الميزانية آآ اللي هي شركة النهضة وباقت كاملة ومزبوطة. آآ مجموعة الطرف آآ بتاع الاصول خمسة وستين الف. آآ والنهضة آآ في الطرف نفس الشركة الطرف آآ اللي هو هو الملكية والخصوم برضو خمسة وستين الف. اتلاحظ حاجة ان خمسة وستين الف مجموع الاصول لم يتغير كما هو براسة التمرين. بالرغم ان هصل تغيير في النقدية والاستثمارات. السبب في كده ان زاد اصل من الاصول اللي هو الاستثمارات في شركات تابعة بخمستاشر الف. ونقص اصل برضو من الاصول اللي هي النقدية بمقدار خمستاشر الف. يعني نفس القيمة. وبالتالي التوتل او المجموع الكل للاصول خمسة وستين الف بقت كما هي. طب بالنسبة بقى ميزانية شركة المستقبل الشركة التانية. عايزين نصور ميزانية بتاعتها. طب نعمل ايه نجيبها من اين? بيقول لك احنا هنجيبها من راس التمرين زي ما هي. لان لم يحدث عليها اي تعديل. لان القيمة اليومية اللي احنا لسه عاملينه. اثر معانا في دفاتر شركة النهضة فقط. اه بينما شركة المستقبل لم يتأثر فيها اي بند وهفكرك بالانا قلت في المحاضرة العادية ان قلت لك فقط انتقلت ملكية الاسهم اه بتاعت شركة المستقبل الى شركة النهضة دون اه تأثر رأس المال مثلا او اي حاجة تانية. وبالتالي هفكرك تاني ان انا قلت في المحاضرة حاجة تانية ان احنا بنعمل دفتر احصائي اه في شركة المستقبل بيقول لي ان اصبحت ملكية الشركة بنسبة مية في المية الى النهضة بس. وده ما بيأثرش عندي في الحسابات ولا الميزانية ولا ارقام حاجة تانية. وبالتالي الميزانية هي كما هي براسة التمرين بان الا زي ما هي. الاصول بتاعتها زي ما هي عشر تلاف النائدية الفين. وصول متدولة اخرى تلتاشر الف. المجموعة خمسة وعشرين الف. رأس الميل سبعة تلاف. احتياطيات الفين. ارباح محتجزة الف. وصول متدولة خمستاشر الف. المجموعة خمسة وعشرين الف. كما هو برأس التمرين. يبقى احنا كده عملنا تاني مطلوب اللي هو تصوير الميزانية المستقلة لكل شركة. طب عايز بعد كده نكمل التمرين. عايزين نصور ميزانية الموحدة في واحد واحد الفين وتسعتاشر. علشان كده. علشان نعمل المطلوب ده. يبقى يجب اجراء قيد يومية واحد. بأكد قيد يومية واحد. وزي ما قلت لك وبأكد ان لما يكون نسبة الشراء مية في المية بعمل قيد يومية واحد. بينما لما يكون نسبة الشراء اقل من مية في المية بعمل قدين يومية. ده بقى نسبة الشراء مية في المية. هعمل قد يومية واحد. آآ طيب القد ده هيكون شكله ايه? عشان برضو ما نكونش بنحفظ ولا حاجة. بيقول لك نطبق قواعد اعداد الميزانية الموحدة او القواعد المالية الموحدة. اللي بتقول لك اقفل لي حقوق ملكية التابعة بالكامل. وبعدين اقفل لي حساب الاستثمارات في شركات تابعة برضو. وبعد كده وزن القد. حقوق ملكية التابعة نلاحز ان هي مجموح عشر تلاف. آآ ضربناها في مية في المية يعني في واحد صحيح. الى مية على مية يعني واحد. آآ يبقى عشر تلاف جيني هو الملكية. عبارة عن سبعة تلاف رأس مال. لو ترجع لراس التمرين في ميزانية تتبع شركة المستبل. سبعة تلاف رأس مال. الفين احتياطيات. آآ الف ارباح مقتجزة. المجموع التلاتة دول عشر تلاف. ضربناهم في نسبة الشراء مية في المية تلاتة عشر تلاف. وبالتالي عشر تلاف من حساب هقوق ملكية التابعة. ليه عملناها مدينة? عشان بيقول لك القعدة اعداد الميزانية ce المواحدة. يقفل لي هقوق الملكية التابعة بالكامل. وهوق الملكية بتبقى دينة. اFrom نقفلها. يعني نلغيها. يعني نستبعدها. يعني نخلي رصيدها سفر. يعني نخلي هقوق ملكية التابعة مدينة. لانها في الاصل دينة. يبقى عايزة نقصها واستبعدها. خليها مدينة. يبقى عشر تلاف من حسابها وملكية التبعة. عرفنا حاجة في طرف المدين من القيد. طيب القواعد برضو اعداد المنزلين الموحدة بتقول لي قفلي حساب الاستثمارات في شركات تبعة. اه بالكامل برضو. طب نقفله. نيبقى نقول هو الاستثمارات اصلا ايه? مدين اصلا من الاصول. نخليه داين لهنا علشان عايزين نقفله او نلغيه او نستبعده. يبقى خمستاشر الف جنيه الى حساب الاستثمارات في شركات تبع جات من الى خمستاشر الف من قيد اليومية الاولاني في الحل بتاعك او القيد قلنا من حساب الاستثمارات الى النقدية. بخمستاشر الف. يبقى اذا هنقفل الاستثمارات بنفس القيمة اللي موجودة في قيد اليومية اللي انت عامله. او اللي هو مدهولك اصلا فراس التمرين. طيب يبقى كده عرفنا من حسابها ونقوق ملكية التبعة عشر تلاف الى الاستثمارات خمستاشر الف. قيد اليومية كده متوازن? لا مش متوازن. مضطرين. نستنتج رقم. قمتو. قمتو. خمس تلاف جنيه. ده هذا الرقم. مستنتج. هذا الرقم مستنتج. عبارة عن الفرق ما بين خمستاشر الف والعشر تلاف. وهنسميه اسمه مناسبة. وظهر في الطرف المدين. وهنسميه من حساب الشهرة. وده بيأصل من الاصول بيظهر ضمن آآ اصول ميزانية الشركة القبضة اللي هي في التمرين ده بتاعنا شركة النهضة. يبقى قيد اليومية على بعضه. من مذكورين آآ ومن حساب ملكية التابعة عشر تلاف. ومن حساب الشهرة خمس تلاف. الى حساب الاستثمارات في شركات التابعة خمستاشر الف. طيب بعد ما عملنا قيد اليومية ده. نعمل ايه? نعمل ورقة عمل قبل الميزانية الموحدة. عايزين نعمل ورقة عمل الميزانية الموحدة في دفاتر شركة النهضة. ورقة العمل دي شكلها ايه? بيقول لك. عبارة عن جدول كده من خمس خانات اساسية. خانة للبيان. خانة لبيانات شركة آآ التابعة. المستبل. وخانة لبيانات شركة آآ ايه? القبضة اللي هي النهضة. خانة كبيرة للتسويات. وخانة اخيرة نمرة خمسة الميزانية الموحدة. مع ملاحظة تقسيم خانة التسويات الى آآ جانبين آآ طرف آآ او جانب مدين وجانب دين. طب هنملى البيانات بتاعت الجدول دي ازاي? بيقول لك حاجة بسيطة. ادخل على اول تلات خانات اولانيين. هو دول هنبدأ بيهم. بيقول لك خانة البيان. خانة البيانات الشركة التابعة. وخارج بيانات الشركة القبضة اللي هي النهضة. آآ نبنى التلات الخانات دول ازاي? من خلال الميزانية. آآ هنملى البيانات. بس بدل ما هي على شكل حرفة الميزانية اصول في جانب اليمين وخصوم وهقوق ملكية في الجانب الشمال. هنحط الاول الاصول فوق. بعد كده هو نقول اجمال الاصول. وبعدين خصوم وهقوق الملكية اجمال الاصول وهقوق الملكية. وبالتالي الميزانية هنعرضها على شكل تقرير وليس في شكل آآ حرفة تي. كما هو آآ حلنا قبل كده او هو موجود في راس التمرين. طيب السؤال بقى. بيانات الميزانية الخاصة بشركة النهضة والمستقبل اللي هحطهم هنا في الحل بتاع ورقة العمل. هل هي اللي موجودة في راس التمرين? ولا اللي موجودة في الحل بتاعي? ما عندي اتنين ميزانية? واحدة موجودة في راس التمرين واحدة موجودة في الحل بتاعي اللي هي المنزانية المستقلة لكل شركة بعد الاندماج. آآ طبعا اكيد الاجابة هي آآ الميزانية الموجودة في الحل بتاعي اللي انا تعبنا فيها من الصبح واقعدنا نحسب فيها. يبقى ازا بست بستخدم بيانات الميزانية الوردة بالحل اللي هي من خلالها تم تعديل رصيد النائدية وحساب الاستثمارات في الشركة التابعة آآ طبقا آآ لشركة النهضة او القبضة. ابتدنا نحط البيانات فعلا اللي موجودة في آآ الحل بتاعي اللي الميزانية. الاصول آآ السبتة. النهضة تلاتين الف المستقبل عشر تلاف. النائدية تلات تلاف النهضة. ده الرصيد الجديد. آآ والفين المستقبل. الاستثمارات في شركة التابعة خمسطاشر الف النهضة تركة القبضة. ان التابعة المستقبل ما فهيش طبعا حساب الاستثمارات. وصول متدولة اخرى سبعتاشر الف آآ للنهضة. تلات تاشر الف المستقبل. آآ ده سطر بنسيبه فادي. لسه هيظهر معنا في الحل. آآ بنسيبه فادي كده هو زيادة. احتشيات احتمال نحتاجه. آآ دي الشهرة دي لسه هتكلم عليها لما نيجي نتكلم على التسويات. آآ ما فيش حاجة تاني نعملها. آآ هنجيب الاجمالي. اجمالي بيانات شركة النهضة خمسة وستين الف. وشركة المستقبل خمسة وعشرين الف. آآ نبتدي نسخل على رأس المال. عشرين الف للنهضة. سبعة تلاف للمستقبل. آآ اه احتياطيات تمنت تلاف لنهضة الفين للايه للمستقبل. الارباح المحتاجة اتنشر الف للنهضة. الف للمستقبل. الخصوم المتدولة خمسة وعشرين الف للنهضة. خمستاشر للمستقبل. آآ الاجمالي بقى الخصوم وحقوق الملكية خمسة وستين الف للنهضة. خمسة وعشرين الف للمستقبل. كده يبقى علينا تلات اول اعمدة عندي او تلات خانات موجودين في الجدول ده اللي سمينا ورقة العمل نقص لنا نملة خانة التسويات طب التسويات دي نملاها ازاي بيقول لك علشان نملاها المدين بتاعها والدين الجانبين بتوحها برجع الى قيد اليومية او قيد اليومية اللي لسه مخلصاها قبل ورقة العمل مباشرة انا عملت قيد كم قيد يومية عملت قيد واحد طب قيد اليومية الواحد ده هو ازاي يسمع معي في التسويات بيقول لك بص القيد اليومية ده هو الواحد اللي انت عملته حط اللي موجود فيه في الجانب المدين منه ضمن التسويات المدينة واللي موجود منه في الطرف الدين ضمن التسويات الدينة طيب نعمل الحركة دي القيد بيقول لك ايه من حساب حقوق ملكية اتبع بمجموعه عشر تلاف عبارة عن سبعة تلاف رأس مال الفين احتشاطيات ارباح محتاجة نجيب في التسويات المدينة في الجانب المدين نحط الارقام ديا وبيقول لك كمان قد اليومية خليني حساب الشهرة خمس تلاف مدين وده بيظهر لأول مرة معنا في التسويات فجينا في الساطر الفاضي اللي احنا سايبينه ابتدينا نحط حساب اسمه حساب الشهرة لم يتأثر هذا الحساب اول مرة يظهر عندنا في التسويات المدينة ولم يكن موجودا من قبل يبقى في الطرف المدين خمس تلاف شهرة سبعة تلاف رأس مال الفين احتشاطيات الف ارباح محتاجة المجموع خمس تسويات المدينة طب الداين الطرف الداين بيقول لك كهد اليومية خليه لحساب الاستثمارات في شركات تابعة داين بما قيمته خمس تاشر الف فنيجي فيه عند حساب اسمه استثمارات في شركات تابعة هيوة موجود طيب اعملوا المرة دي في الطرف المدينة ولا الداين بيقول لك كهد اليومية اللي انا لسه مخلصوا قبل ورقة العمل على طول بيقول لك خليه لي داين بخمس تاشر الف هطناه داين بخمس تاشر الف نيجي نجمع ما فيش حاجة تاني في كهد اليومية ما فيش حاجة تاني يبقى نجمع بقى تسويات المدينة مجموحة خمس تاشر الف تسويات الداينة خمس تاشر الف كده انت بتتأكد ان انت ماشي صح اخر عمود بقى في ورقة العمل دي اللي هي الميزانية الموحدة واحنا عايزين تلوقتي نجيب بياناتها نجيب البيانات العمود دا منين نجمع نطبق القاعدة اللي بتقول عند اعداد القوائم المالية الموحدة يتم جامع وصول الشركة القبضة على وصول الشركة التابعة وخصوم القبضة على التابعة تعالى نعمل مع مروعات بقى التسويات اللي احنا عملناها طب نعمل ايه بقى تلوقتي نجيب على الاصول الثابتة كل بند اجمع بيانات التلاتين الف زائد العشر تلاف بتاعت المستابل يبقى المجموعة عربعين الف ميزانية موحدة ده اول ايه صف قابلنا بعد كده النقدي تلات تلاف للنهضة زائد الفين المستابل نجمعهم على بعض يبقى خمس تلاف العمود الاخير ميزانية موحدة طب لسا اسمارات في شركة تابعة دي زهرت في شركة النهضة خمستاشر الف مدينة طبعا عشان هي ضمن الاصول وبعدين اه التسويات بما انها دينا يعني هنقصها خمستاشر الف انقصها خمستاشر ارشف والرصيد مش موجود يعني سفر فحطينا شرط طب اصول متدولة اخرى تلات تاشر الف شركة المستابل وسبعتاشر النهضة نجمعهم على بعض يطلع تلاتين الف الشهرة ما ظهرتش معي اللي خمس تلاف دينا التسويات المدينة حوال طهالي في الميزانية الموحدة ايه واتنساها عشان يصبط معاك مفيش حاجة تاني نحطها في الاصول نجمع الاصول يطلع تلاتين الف جنيه مجموة الاصول طب ندخل على رأس المال نجمع برضو ايه شركة المستابل مع النهضة مع مراعاة التسويات دعا نعمل الحركة دي بيقولك اشرين الف رأس مال ايه النهضة زائد سبع تلاف المستابل ناقص تسويات سبع تلاف يديني يتبقلنا لعشرين الف تعالي نسخلها الاهتياطيات تمن تلاف للنهضة زائد الفين للمستابل ناقص الفين تسويات لين بنطرح علشان آآ اصلا هو الملكية دينا واحنا في التسويات خليناها مدينة يبقى زي ما بيقولوا طاروا مع بعض الالفين بتاعت التابعة دي طارت مع الالفين في التسويات واللي اتبقلنا تمن تلاف جنيه اه لحي ارباح المحتاجزة اتناشر الف زائد الف المستقبل وبعدين نطرح منهم الف اللي هي في التسويات تطلع التناشر الف الخصوم المتدولة خمسة وعشرين الف للنهضة خمستاشر الف المستقبل المجموع عربين الف آآ ما فيش حاجة تاني بنبتدي نجمع آآ الخصوم وحقوق الملكية طلع خمسة وعشرين الف للمستقبل وخمسة وستين الف للنهضة آآ طبعا الميزانية آآ الموحدة في النهاية لازم تطلع تمانين الف آآ جنيه علشان يتساوى مجموعة الاصول تمانين الف مع مجموعة الخصوم وحقوق الملكية تمانين الف كده احنا ابتدينا آآ نقرب على نهاية التمرين طب نخلصه ازاي بيقولك ديا العمود الاخير اللي احنا آآ تعبنين فيه من الصبح اللي اسمه الميزانية الموحدة في آخر آآ عمود عندي في ورقة العمل هو ده اللي بعمل ميزانية للتبостиط على شكل هارف ت وقلو دي هي الميزانية الموحدة اللي انت عايزها آآ الميزانية وازن هنرجع تاني لشكل حرف ت والميزانية الموحدة ديا بأكد عليك إن هي بدفاتر الشركة القبضة ولا التبع طبعا الإجابة دفاتر الشركة القبضة اللي هي في التمرين ده النهضة آآ طيب يبقى الميزانية الموحدة في دفاتر الشركة النهضة اللي هي القبضة. آه هي العمود الاخيرة ده هنعمله على شكل حرف تي. بس جانب اليمين هيبقى اصول والشمال خصوم وحقوق الملكية وتعالى نعمل الحركة دي دلوقتي. اهي الميزانية الموحدة لكل شركة. آآ الموحدة لشركة النهضة. هي الشركة الميزانية الموحدة لشركة النهضة. الميزانية الموحدة في واحد واحد الفين وتسعتاشر. هنعمل شكل حرف تي. نبتدي نين البيانات العمود الاخير اللي موجود في ورقة العمل اللي لسه مخلصينها. اه وهنقول اصول سابطة اربعين الف نادية خمس تلاف اصول متدولة اخرى تلاتين الف وشهرة خمس تلاف ظهرت لاول مرة معنا المجموعة الاصول تمانين الف رأس المال عشرين الف اه احتشاطيات تمان تلاف ارباح محتاجة اتنشر الف خصوم متدولة اربعين الف المجموعة تبانين الف وبالتالي توازنة الميزانية وكده يبقى انا مشي صح وانتع هل التمرين وبشكركم لحسن استماعكم وبالتوفيق ان شاء الله